موسيقى 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 عطول عنده قصص، عطول عنده أشياء ما نقدر نلقيه، ما نقدر نلقيه، مش فاضين، مش فاضي إلى آخره، ودايما عندك قصص وعجقة، ووقتك ملان بأشياء، لكن سمر ما فيه. طب تقول لي بس وين المشكلة؟ راح لك شو المشكلة؟ بأنه يعدين عم نحكي من فكر لفكر، مين بيربح بتاني بين أفكار؟ لكن لاحظ فليبوس فهمه من الأول، تيتغير أي إنسان لازم يجي يختبر حضور الله. تعال شوف. أضرب إنسان أنا أعرفه بحياتي كله هو الإنسان العنيد، العنيد ليس ميزي على فكرة العند مش ميزي على فكرة. العند هو شيء بدأت حلو بالإنسان، هو عبادة أصنام بالإنسان، لأنه لا يوجد إنسان يجب أن يكون عنيد، يجب أن يكون إنسان مثابر، مقتنع، فهم، لكن ليس عنيد. قابل للنقاش لأنه لا يوجد شيء في هذه الحياة إلا إن قابل للنقاش لا يوجد كلمة الله، لا يوجد شيء آخر غير قابل للنقاش. بعض الأحيان، هناك أهل يخربوا أولادهم بسبب أن يحبوا أحداً أكثر من الثاني، وهم يولدهم الغيرة بين الأخوات. أحبوني؟ وعلى فكرة، عندما قلت عن إيزابل، معظم أمراض الناس، 33 سنة مؤمن، 17 سنة في كنيسة حياة الفياضة، إذا هناك شيء يخرب أي خدمة، أي كنيسة، أي عمل، أي بيزنس، أي بيت، هو الغيرة بين الأخوة. لأنك تعرفين من يعيقك لتوصل إلى البركات التي الله يريد أن أعطيك إليها، وليس إبليس. إبليس تركنا، تفرج علينا، هن يخبطوا ببعض، يكسروا ببعض، ينزلوا ببعض. اسمعوني يا أحبة، أحلى وقت تتقابل فيه مع الرب، هو نهار اللي كل البوابة مسكرة بوجك، نهار اللي مأفلس، نهار اللي مبع عندك شيء، هذا أحلى وقت، هاديك الوقت اللي الله رح يجي يقابلك، إذا أنت بدك، لأن كثير مننا عادة بهيك أوقات بيركدوا نحو الخمر، نحو البارتيز، نحو العالم، نحو الأمور اللي بالعالم، نحو المخدرات، نحو... حتى اللي ينسوا، كثير مننا بأوقات الفشل، بأوقات الضعف، بأوقات التحديات، بأوقات المصاير، تقولون بيركدوا للأشخاص الغلط، ما سمعني؟ بأوقات الصعبة لا تهرب من الله، بل أهرب من الله، بالأوقات الصعبة، ما تخبي وجهك وتقول يارد في شيء ينسيني، لأنه كل ما عم تعمل شيء تنسيك المصايب اللي انت قاطع فيها، والمشاكل والتهديدات والتحديات اللي انت قاطع فيها، كل اللي عم تعملو عم تاخد بس حبوب لا تنسى، بس تاني نهار رح ترجع تفوت، بس ما عم تحل المشكلة، كل اللي عم تعملو عم تأجل مواجهة المشكلة، سمعني أحب أكتار منكم أيضا هيك، أنا وأنت دائما عندنا هذه المشكلة، سأقول لك ما مشكلة الناس، مشكلة الناس بأنها لا تواجه المشاكل، تؤجل المشاكل، سمعني، كل مشكلة تؤجلها سوف تطع عظم، فتحت السامة، سأقول لك أنه هناك أمل بعد، بشيء أنا سأعملو بحياتك بعد، إذا أنت تجي تطلبني حتى بوقت السبب، بوقت الهجرة، بوقت اللي كل شيء نكسر، أنا سوف أقيمك وأرقيك، لن تكون كاهن، بل ستكون نبيا. ترجمة نانسي قنقر